شيخ التوجيه الذي ترونه في بعض الناس الذين يتابعون بعض المجلات الهابطة التي تضع مثلا زاوية بعنوان حظك مع النجوم أو حظك اليوم هذا من هذا النوع الباطل لا يجوز النظر في هذه الزوايا التي تنشر في بعض المجلات ويستدل بها على الحظوظ والنحوس هذا تحكم على القضاء والقدر فإن الحظ أو النحس إن ما هو بقضاء الله وقدره ولا أحد يطلع على هذا لأنه من علم الله جل وعلا فلا يجوز التصديق بما ينشر في هذه الزوايا الباطلة من علم الحظوظ وما أشبه ذلك والذين يكتبون هذه الزوايا هم من المنجمين أو من السحرة لا يجوز النظر في عملهم هذا بل يعتقد أنه باطل والواجب تمنع المجلة من نشر مثل هذا إذا كانت تصدر من بلاد المسلمين